لم تأل القاهرة جهدا من أجل تخفيف المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين حيث بدأت شركة مصر للطيران تسير رحلاتها الجوية لنقل حجاج دولة فلسطين إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج بعد وصولهم للقاهرة عبر معبر رفح البري سلطات المطار قامت بتخصيص فرق من العلاقات العامة وضباط الجوازات ومشرف الحجز الصحي ورجال الجمارك للعمل على سرعة إنهاء إجراءات سفر الحجاج وتقديم كافة الخدمات لهم خلال انتظارهم بالمطار فيما تواصل السلطات المختصة بأمن الموانئ فتح معبر رفح البري لتسهيل عبور الحجاج القادمين من قطاع غزة في القاعة المصرية كان هناك تسهيلات للحجاج طولناك كثير وطبعا كانت معاملة كويسة ومنيحة من المصريين يعني إلنا الحمد لله طبعا إحنا الشعب الفلسطيني والشعب المصري بيظلوا شعب واحد وإحنا يعني بنعتز فيه وهو أنت أكيد تعتز فينا في رحلة الحجم وصولا من قطاع غزة المطار القاهرة وجدنا تسهيلات كبيرة جدا من قبل السلطات المصرية وبالتحديد عندما حددت أربعة أيام لمغادرة الحجاج ولم تسمح لأي أحد بالمغادرة من أجل توفير الراحة وكل مقاومات سير هذه الرحلة الحجاج الفلسطينيون وجهوا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على تسهيل الإجراءات لأداء مناسك الحج مثمنين دور القيادة المصرية في توحيد الصف الفلسطيني وإنجاز ملف المصالحة الذي توليه القاهرة أهمية كبيرة مدعدة سنوات مصر كما أهدناها دائما هي قلب الأمة العربية هي نبض الأمة هي رأة قطاع غزة دائما نحن نحتمي بمصر في كل المواقف التي نمر بها في قطاع غزة مصر هي الحامي والمدافع عن قطاع غزة وعن القضية الفلسطينية وعن القضية العربية بصفة عامة الأمر كان سالس جدا بالوصول للمطار كان فيه احتياطات أمنية طبعا لسلامة الحجاج لما كنا نتحرك كان يكون موجود معنا أمن هذا طبعا كان لسلامة الحجاج حتى لما طلعنا للمعدية كان معنا أمن لما وصلنا للمطار برضو كان معنا أمن كان الوضع آمن جدا وما فيش أي عقبات أو أي مشاكل وجهناها يعني ومن المقرر أن تسير مصر للطيران 12 رحلة جوية من مطار القاهرة الدولي إلى جدة لصفر 3321 حاجة من حقاج دولة فلسطين حتى نهاية مرحلة تفويق الحجاج في الثامنة من الشهر الجاري ترجمة نانسي قنقر